موسيقى استمروا معكم مشاهدنا كما اشرنا في هذه المتابعة الخاصة للحرب الروسية على اوكرانيا اذ تواصل القوات الروسية هجومها على المدن الاوكرانية خصوصا خار كياذ مع ارسال قوات مجوقلة وشن عمليات للقصف في اليوم السابع من الهجوم الروسي وانزلت قوات مجوقلة روسية في خار كياذ ثاني المدن الاوكرانية بعد عدة عمليات قصف استدفت مقارة محلية لقوات الامن هذه التفاصيل بهذه التحركات الميدانية ننتقل الان الى محمد بدين ليتابع معنا هذه الارقام محمد تفضل شكرا لك احمد في الواقع احمد في اليوم السابع للحرب في اوكرانيا تشهد هذه اغلب المدن الرئيسية التي شهدت قتالا ضاريا هدوءا نسبيا بعض الشيء خاصة في العاصمة كييف حيث قصفت القوات الروسية العاصمة بالواقع منذ يوم امس بعدة قنابل سمعت خمسة انفجارات في العاصمة الروسية كييف السلطات الوكرانية قالت ان القصف سهدف ابنية سكانية ايضا في منطقة زهيتومير غرب العاصمة تحديدا في هذه المنطقة التي شهدت عدة انفجارات في محيطها وتركز عليها القوات الروسية في عملياتها ايضا شهدت هذه المنطقة اشتباكات بين القوات الروسية والجيش الاوكراني خاصة في محيطها منذ ساعات الصباح الاولى واجهت القوات الروسية مقاومة شرسة من قبل الجيش الاوكراني في محيط زهيتومير التي في الواقع تعني نوعا من اطباق فكي الكماشة في الحصار على العاصمة الاوكرانية كييف إذا تأتي القوات الروسية من محيط سومي تشيرنيهيف إلى زيوميتر التي تشهد اقبالا من قبل القوات العسكرية الاوكرانية والروسية ويشتد فيها القتال من جهة ثانية تقوم القوات الروسية أيضا بما قالت في الواقع الداخلية الاوكرانية إنها تخشى أن تواجه هجوما من بيلاروس من ناحية الشمال حيث يفترض أن هذه المنطقة كلها ما تزال غير محسومة تحديدا في محيط تشيرنوبل حيث يوجد المفاعل النووي الأشهر توجد قوات روسية وقوات أوكرانية لم تتم السيطرة على المفاعل نفسه على المنطقة النووية فيه لكن يوجد تواجد عسكري والأغلبية للسيطرة فيه للقوات الروسية من جهة ثانية قال عمدة كييف إن القوات الروسية تتحشد أكثر فأكثر قرب المدينة أيضا أكد موقع ماكسار المتخصص في صور الأقمار الصناعية نشر صور جديدة للجنود الروس وهم في طريقهم خاصة من منطقة الشرق نحو العاصمة كييف مدينة خاركيف أو خاركوف هذه المدينة التي شهدت أكبر كم ممكن من الغارات الجوية الروسية والقتال العنيف الذي كان دائرا على مدى الأيام الماضية هذه المدينة شهدت قتالا ما يزال متواصلا حتى هذه الساعة استهدفت فيها المقار الحكومية بصواريخ الروسية أيضا أجري إنزال عليها في صباح هذا اليوم من قبل القوات الروسية وما تزال المعارك فيها غير محسومة قتل اليوم من بين الحصيلة جراء القصف الذي سادف مقار حالي لقوات الأمن والشرطة وكذلك جامعة خاركيف 21 شخصا حسب الحاكم الحالي للمنطقة من جهة ثانية على بحر آزوف أقرت الداخلية الأوكرانية بدخول القوات الروسية لمدينة خيرسون هذه المدينة تؤمن ما يشبه التواصل الجغرافي بالنسبة للقوات الروسية خاصة وأن القوات تأتي إليها من منطقة القرم هذه الجزيرة أو شبل الجزيرة التي سيطرت عليها روسيا فرضت عليها سيطرتها في العام 2014 منها أيضا انتقلت بعض القوات متجهة إلى خيرسوف ويشتد القتال الآن في منطقة ماريوبول حيث تحاول السلطات أو يحاول الجيش الروسي أن يؤمن امتدادا متواصلا ما بين إقليمي دونيتسك والوهانسك الذين أعلنت روسيا اعترافها باستقلالهما وحتى شبه جزيرة القرم ليفصل تماما بحر آزوف عن السيطرة الأوكرانية ليكون حسب تحرك الجيش الروسي ومدى شراسة المقاومة التي واجهها ليكون المرحلة المقبلة هي أوديسا بحيث يعزل أيضا البحر الأسود تماما عن السيطرة الأوكرانية تعول روسيا كثيرا خاصة على خيرسون تعول على بنائها في توفير منفذ بحر إضافي على بحر آزوف وعلى البحر الأسود أيضا من الجهة الأخرى من شبه جزيرة القرم وهذه التحركات سنستعرضها ونستعرض دلالتها في فقرة لحقة من الحرة الليلة أشكرك على هذه القراءة في هذا الموقع لهذه المدن وهذه المعارك التي تدور في اليوم السابع من الحرب الروسية على أوكرانيا شكرا جزيلا لك إنه أمر غير إنساني إن هذه الضربة الصاروخية تثبت أنه بالنسبة للعديد من الناس في روسيا فإن مدينتنا كييف أجنبية تماما فهم لا يعرفون شيئا عن عاصمتنا وعن تاريخنا لكن جميعهم لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا الجيش الروسي يحاول تحقيق المزيد من التقدم على الأرض وأوكرانيا تعلن إحباط محاولة ربط استراتيجي لقواته أعداد الضحايا تتزايد في صفوف المدنيين بينما تواصلت أعمال القصف على العاصمة كييف البالغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة والتي تتمتع بتراث تاريخي ثري بالنسبة لأي شخص يعرف تاريخنا فإن بايبينيار تحظى بخصوصية في كييف وفي أوروبا فهي مكان للعبادة وتحمل ذكرى مئة ألف شخص قتلوا على يد النازيين من أنتم لتضعوا هذا المكان هدفا لصواريخكم لقد قتلتم ضحايا الهولوكوست للمرة الثانية وزارة الدفاع الأوكرانية أعربت عن خشيتها من دخول بيلاروس في الحرب إلى جانب القوات الروسية وقالت في بيان إن الاستخبارات رصدت نشاطا كبيرا للطائرات وشهدت أرتال مركبات وهي تنقل مواد غذائية وذخيرة إلى المنطقة الحدودية وكان الجيش الأوكراني قد أعلن إحباط محاولة الجيش الروسي تحقيق رابط استراتيجي بين قواته الموجودة في إقليم دونيتسك الانفصالي وتلك التي تقدمت من شبه جزيرة القرم فكروا فقط في هذا الرقم ما يقرب من ستة ألاف جندي روسي قتلوا في غضون ستة أيام من الحرب دون حساب ما خسره العدو خلال الليلة الماضية ستة ألاف لتحصلوا على ماذا؟ أوكرانيا؟ هذا مستحيل لن يحدث هذا بالصواريخ ولن يحدث بالقنابل والدبابات ولا بأي قصف هذه أرضنا وستحاكمون أمام القضاء الدولي على ما اقترفتموه خلال الحرب علينا صور الأقمار الصناعية أظهرت رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء تجاه العاصمة لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن تحرك الجيش الروسي توقف في هذه المرحلة بسبب مخاوفة لوجستية مشيرا إلى أن الروس يعقفون حاليا على إعادة تقييم استراتيجيتهم بشكل عام وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من موسكو مراسلون فراس مرديني أهلا ومرحبا بك فراس الأرقام الأولى من الجانب الروسي ماذا فيها؟ نعم لأول مرة وزارة الدفاع الروسية تصدر بيانا تتحدث فيه عن عدد القتلى من الجيش الروسي في العملية العسكرية قالت وزارة الدفاع أنهما يقارب 500 جندي روسي قتلوا خلال عمليات دون أعطاء أي تفاصيل أخرى عن عدد الإصابات أو الأسرة أو حتى الآليات التي خسرتها روسيا في هذه المعركة لكن تحدثت عن الجانب الأوكراني وقالت أن هناك ما يقارب 3700 جريح بالإضافة إلى ما يقارب 3000 قتيل من الجيش الأوكراني وأنه تم تدمير ما يقارب 1500 منشأة وبنية تحتية عسكرية وأن العمليات العسكرية جارية في أوكرانيا وأنه تم عزل الجانب الأوكراني عن الوصول إلى بحر أوزوف وأن الهدف الأخير للعمليات العسكرية هي الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كيف رغم أن البيان أكد على أن العمليات العسكرية تحاول تجنب المدنيين وأنه يمكن للمدنيين من مدينة كيف بالإضافة إلى ماريو بول الخروج وفتحت ممرات آمنة إنسانية لمرور المدنيين هناك أيضا حدثت الوزارة عن أن هناك مجموعة من الطلاب الهنود اتهمت الجيش الأوكراني بأنهم يحاصرهم ويمنعهم من الخروج من مدينة خاركوف لكن الأهم الآن على مستوى السياسي الانتظار موضوع المفاوضات ما بين الجانب الروسي والأوكراني الكرمن اليوم تحدث على أن الوفد الروسي ذهب إلى المفاوضات كان من المفترض أن يلتقي الوفدان اليوم على الحدود البولندية البلاروسية لكن الوفد الأوكراني لم يصل حسب آخر المعلومات أن اللقاسه فيجمعهم يوم غدا حول هذا الاجتماع قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لا تضغط على الوفد ولا تريد من أوكرانيا الاستسلام وأنما هي تعرض اتفاقية عليهم بس ألف إعادة صياغة الدستور من أجل تحقيق مصالح كافة قوميات الأوكرانية وعدم حصرها بمجموعة دون الأخرى وهنا في إشارة إلى الأقليات الناطقة باللغة الروسية أحمد من موسكو مرسلنا فرس مرديني شكرا جزيلا لك فرس وللمزيد عن هذه الأرقام وما استعرضه معنا فرس مرديني وقبله زميلي محمد ينضم إلينا من واشنطن عبر خدمة سكايبات رزواك الملحق الأمريكي السابق في موسكو أهلا ومرحبا بك معنا الولايات المتحدة تقول إن هذه المعلومات التي تعلن عنها موسكو ربما لا تكون ضقيقة لكن نحو خمسمائة من القتلى حتى الآن في الجانب الروسي ما الذي يقوله هذا الرقم؟ أهلا بكم ولمشاهديكم والسلام عليكم الروسية أعلنت عن مقتل خمسمائة شخص وهذا الرقم كبير للغاية وأعتقد أن عدد القتلى هو أكبر بكثير وهم الشبان من الثمانية عشر حتى الثانية والعشرين لم يتصوروا أبدا أنهم كانوا سيزجون في هذه الحرب أعتقد أن روسيا تخفض من هذه الأرقام لأن تأثير الأعداد الكبيرة داخليا سيكون كبيرا جدا على المواطنين الروس النظام يقول إن هناك تهديد وجودي وإنه يحارب من أجل روسيا وغيره ولكن عدد كبير من الجنود الروس قتلوا أعتقد أن الأرقام هي أكثر من ذلك بثلاثة أو أربعة أعضاف عادة إن قدمت الجيش الروسي أرقاما رسمية بهذا المستوى هذا يعني أن الأرقام أعلى بكثير نذكر ما فعله الروس في غروزني وفي بوتابست ونعرف ما هو تأثير حرب الطرقات في كييف وفي خاركوف وهي مدينة قريبة جدا من الحدود الروسية من المدهج أن تكون قد استمرت في المقاومة حتى الآن وبالتالي خسائر الجيش الروسي كبيرة ولكن قدراتهم كبيرة جدا أيضا وأخشى ما سيحصل إضافة إلى النماذج التي ذكرتها هناك أيضا ما جرى في أفغانستان سابقا ولكن هذه المرة تصل المقاطع لمن يؤسر أو من يقتل أو للأليات التي يتم تدميرها كيف يؤثر هذا على سير المعارك؟ مجددا هذا هو ما يدهشنا في هذا الصراع والاشتياح العالم برمته يتابع ما يحصل وهنا طبعا لا يمكن تشويه الحقيقة إلا لفترة محددة سلاح أوكرانيا والعالم الحر الأساسي هو الحقيقة فقط والحقيقة بدأت تظهر في روسيا وستخلق مشاكل كبيرة جدا للنظام الروسي لدى الشعب من دون شك ولكن كذلك ربما لدى القادة في الكريملين هم وطنيون ولكنهم أيضا يريدون البقاء فأعتقد أن هناك مشاكل كثيرة وأعتقد أن التفاوض يشتري بعد الوقت لروسيا وهم يريدون الاستفادة من هذه المفاوضات ليتقدموا قدر المستطع هل هناك حل؟ لا أعتقد أن الحل سيكون على حساب وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها في الساعات الأخيرة تحدث الجانب الأوكراني عن استخدام أسلحات جديدة واستهداف مواقع جديدة مثل التلفزيون الحكومي الانتقال لهذه المرحلة ما الذي يعني؟ الروس قالوا أنهم سيستهدفون وسائل الاتصالات واستهداف برج التلفزيون كان رمزيا برأيه وكذلك فيما يتعلق باستهداف بابينيار وهو النصب التسكاري للمحرقة أعتقد أنهم أخطأوا في استهدافه ولكن برأيي سيستهدفون أيضا المواصلات وهناك عمليات تهويل وترهيب واضحة تقوم بها روسيا ولكن هذه المحاولات عززت تصميم الشعب الأوكراني على المقاومة طالما أنهم لم يفقدوا الأمل وهم يدركون أن العالم يتابع ما يحصل وكلما تمكنوا من المقاومة كلما ازداد الضغط على نظام بوتين من خلال خبرتك في التعامل مع هذا الملف ما الذي كان مفاجئا للجيش الروسي ونحن نرى هذه الأليات سواء المعطلة أو التي استهدفت وذمرت خلال الأيام الماضية تفضل من خلال ما يصلك من صور وما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي كان مفاجئا في رد الفعل الأوكراني للجيش الروسي أبدأ وأقول أنني فوجئت بالهجوم الروسي لأنه كان غير منصق وكان فيه الإفراط في الثقة بالنفس حاربوا أو حاولوا أن يحاربوا فقط بالتهويل في البداية ونحن ندرك أيضا أنهم أخطأوا في تخطيتهم والقوات الجوية عانت من خسائر ولم يكن أداؤها ممتازا الجيش الروسي ربما كبير ولو أراد أن يسيطر على أوكرانيا سيحتاج إلى أكثر من 100 ألف أو 250 ألف جندي لأنه سيواجه مقاومة كبيرة جدا بفضل هذا الممثل الشاب ديلينسكي الذي أساء تقديره الروس وكثيرون غير الروس هو كجورج واشنطن الشاب بالشجاعة التي أبداها وهو الذي قوى الشعب الأوكراني الذي ربما لكان لتراجع في البداية ولكنهم الآن يخضون الحرب والجنود الروس لا يريدون خوض هذه الحرب وأعتقد أيضا أن نقطة ضعف النظام الروسي هي الشعب الروسي الذي يرى ما يحصل الآن رغم أن النظام يحاول التضليل لا يمكن أن تستمر هذه الحرب لفترة طويلة عندما ينتقل القتال إلى المدن أعتقد أننا سنواجه صعوبات وروسية ستحتاج إن أرادت أن تتقدم إلى نصف مليون جندي تلويح جديد من الجانب الروسي بالسلاح أنووي وتخوفات من الوكالة الدولية للطاقة الدارية من أثر ذلك خصوصا على موقع تشيرنوبل الذي أشرت إلى أن قوات روسية تتواجد فيه حاليا حجم ما حجم استعداد العالم لتعامل مع ذلك هل تسمعون أني؟ نعم نسمعوك نعم نسمعوك نعم نسمعوك حسن بالإجابة عن السؤال الورقة النووية هذا يظهر أن روسية تواجه صعوبات لذلك أشارت إلى السلاح النووي لإخافة الآخرين ودول كثيرة وخاصة أمريكا تدرك أن أي مواجهة نووية يمكنها أن تقضي على العالم حتى الكلام عن التهديد النووي خطير للغاية يكفي أن لا نرسل قوات عسكرية على الأرض لمواجهة الروس وأن نحافظ على موقفنا على روسيا أن تجد سبيلا للتراجع من هذا الكلام الخطير خبير العسكري والملحق الأمريكي السابق في موسكو شكرا جزيلا لك على هذه القراءة